موسيقى جولة اخبارية لهذا المساء من السيد الاخبار بقناة عدن الفضائي اهلا بكم شهدت الكلية العسكرية بمعسكر صلاح الدين في العاصمة الموقاتة عدن حفل تخرج عدد من الدفاع من منتسبية الكليات العسكرية والجامعين برعاية فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وذلك تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بعيد الاضحى المبارك والاعياد الوطنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وقيم بالحفل بحضور رئيسية العمليات الحربية العليا اللواء الركن ناصر بارويس واللواء ركن صالح علي حسن حيث بلغ عدد الخريجين الف وثممائة وسبعة واربعون خريجا موزعين على الكليات الحربية الدفع واحد وخمسين عدد الطلاب ستمائة وثمانون طالبا والطيران الدفع ثلاثة وثلاثين عدد الطلاب ثلاثمائة واربع وستون طالبا والبحريات دفع ستة وعشرون عدد الطلاب ثلاثمائة وخمسون طالبا والجامعين الدفع الأولى أربعمائة وستة عشر طالبا والمعهد الفني السعودي تسعة عشر طالبا والمعهد الفني للقوات المسلحة ثمانية عشر طالبا وفي الحفل نقل اللواء بارويس تحيات وتهانف خامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الخريجين ومنتسبي وقيادة المؤسسة العسكرية وأكد على اهتمام القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس ببناء وإعداد القوات المسلحة وفقا للأسس الوطنية التي يتطلع إليها شعبنا واشهد بالنجاحات التي تحققها القوات المسلحة وما تتمتع به من إمكانيات نوعية وروح معنوية وجاهزية قتالية عالية لتنفيذ المهام القتالية الملقاة على عاتقها في سبيل الحفاظ على المكتسبات الوطنية كما تم خلال الحفل تكريم أوائل الخريجين بشهادات تقديرية وتنفيذ عدد من البروفات الاستراضية من جانب الخريجين الذين أظهروا قدرات ومهارات عالية جسدت استيعابهم للمعارف التي تلقوها خلال مراحل التحاقهم بالسلك العسكري من خلال التدريب والتأهيل والإعداد القتالي والمعنوي العالي حضر مراسم التخرج والاحتفال اللواء عبد الكريم الزومحيم مدير الكلية الحزبية والعميد جغمان الجنيدي مدير دائرة الاستخبارات العسكرية والعميد الركن شمس الدين البكيلي مدير دائرة التأمين الفني وعددا من القيادات العسكرية هذا وقد رفع نائب رئيسية الأركان العام اللواء صالح الزنداني وقائد المنطقة العسكرية الرابع اللواء فضل حسن الذين تعذر حضورهم للمشاركة تقريرا أوليا حول تدعيات أحداث التخرج جاء فيها في صباح السبت الساعة السادسة ونصف تم قطع الطريق المؤدية إلى صلاح الدين عند جسر البريقة بواسطة قاطرات الباترول وعربات وأطقم وفي السادسة وخمسة واربعين دقيقة أثناء تجمع الطلبة في الميدان الأسود قامت مجموعة من اللواء الأول دعم وإسناد والتابع للحزام الأمني بإطلاق النار المركز على الطلبة والضباط في ساحة العروض بالكلية العسكرية لمنعهم من احتفال التخرج الدفعة من طلبة الكلية مما أدى لاستشهاد الطالب محمد دحان الحارثي وجرح إثنان حالتهم خطيرة وهم داود إدريس عبدالله جمال القيرحي وهذه ليست الحالة الأولى قد سبقتها في الثلاثين من نوفمبر حيث تم قطع الطريق للبريقة وإطلاق النار على أي سيارة تقترب من الجيش وفي نفس الطريقة في الرابع عشر من أكتوبر الماضي بعد تدشين دولة رئيس الوزراء للكلية العسكرية تم ضرب الكلية بالهونات والأسلحة المتوسطة ولذلك نحمل قائد اللواء الأول دعم وإسناد أبو اليمام مسؤولية القتل والجرحة والأعمال التي قاموا بها خلال الفترة الماضية مع العلم أن تعزيزات الأطقم التي تحمل اللوحات تأتي لتعزيز الجولات في البريقة وقطع الطريق الترابي المؤدي إلى مطار صلاح الدين وقد أبلغنا التحالف بتلك الحالة هذا وقد وجه الرئيس عبد الربو منصر هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإحالة كل من منير محمود أحمد المشالي أبو اليمام وعبد الناصر الراجح البعوة أبو همام وكل من يثبت تورطه في حادثة الاعتداء الآثم الذي تعرضت له الكلية العسكرية بصلاح الدين وطلابها وامتسبيها إلى القضاء وعلى سلطات القضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة بعث الرئيس عبد الربو منصر هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في استشهاد الطالب محمد دحان الحارثي خلال الاعتداء الآثم الذي تعرض له حفل تخرج دفعات من منتسبية الكليات العسكرية والجامعيين الذين شهدته الكلية العسكرية بمعسكر صلاح الدين بالعاصمة المؤقتة عدد وعبر فخامة رئيس الجمهورية في برقية عن بالغ الحزن والأسى لاستشهاد الطالب محمد دحان الحارثي الذي كان يحتفي بتخرجه من الكلية العسكرية واستعد لمشاركة إخوانه في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عمليات تحرير البلاد من مسلحي ميليشيات الحوثية الانقلابية وأكد الرئيس على محاسبة كل من تورط في هذا الاعتداء الآثم الذي طال الطلاب الخرجين من الكليات العسكرية سائلنا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وإسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ودويه الصبر والسلوان وأن يمنى على زملائه الجرحى بالشفاء العاجل بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن صالح برقية تعزي وموساهل وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في وفاة نجل شقيقه في حادث مروري مؤسف بمحافظة شبوة وعبر نائب الرئيس في البلقية عن أصدق التعازي والموسى لأسرة وأقارب الفقيد سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وإسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ودويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن صالح برقية تعزي وموساهل في استشهاد الإعلامي أحمد المصعبي وهو يؤدي واجبه المهني والإعلامي في نقل الحقيقة وانتصارات أبطال الجيش بمحافظة البيضاء وأشهد نائب الرئيس بمناقب الفقيد الذي حمل على عاتقه مهمة كبيرة في التقطية الإعلامية لجبهة مختلفة وبمصداقية ومهنية قبل أن تنال منه يد الإجرام والقتل الحوثية وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعزي والموسى لأسرة وأقارب وزملاء الشهيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وإسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ودوه الصبر والسلواندة كما بعث نائب الرئيس الجمهورية برقية عزائل موساهل الشيخ ناصر بن صالح الهيال باستشهاد نجله عبدالله بن ناصر الهيال وهو مرابطا في ميادين العزة والشرف في جبهة صرواح وأشهد نائب الرئيس بمناقب الشهيد بطولاته مع زملائه من أبطال الجيش وما يسطرونه من ملاحم خالدة سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وإسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ودوه الصبر والسلواندة بعث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دار برقية طاعزائن موساهل في استشهاد الإعلامي أحمد علي زبين المصعبي الذي استشهد بنيران ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الملاجم أثناء ما كان يؤدي رسالته الإعلامية بمحافظة البيضاء وعبر رئيس الوزراء عن بلغ حزنه وموساته لأسرة الصحافي المصعبي ولكافة زملائه وللوسط الإعلامي الذي لقي أبشع الجرائم على يد هذه الميليشيات الإرهابية وقال رئيس الوزراء بأسى بالغ ننع استشهاد الصحفي الفاذ أحمد المصعبي على يد ميليشيات الموت والإرهاب الحوثية وهي أد رسالته جنبا إلى جنبا قوات الجيش الوطني في جبهة الملاجم بشجاعة مشهودة كما عرف بها وضف الدكتور بن دار نودع الصحفي المصعبي الذي عرفته كل جبهة القتال في صفوفها الأمامية ناقلا للعالم كلما ترتكبه هذه الميليشيات من ممارسات إجرامية بحق شعبنا وموثقا لجرائمها بالصورة والكلمة المعبرة للحاضر والتاريخ وتابع تضاف هذه الجريمة إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها الميليشيات التي استمرت سياسة القمع والتنكيل وتكميم الأفواه واستهداف الإعلاميين واعتقالهم وقتلهم وأكدا أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لن تذهب سدى وسيلاحق اليمنيون مرتكبيها لينالوا جزاؤهم جراء جرائمهم المروع التي ارتكبوها بحق شعبنا وعبر الدكتور بن دغر عن صادق مواساته لأسرة الشهيد المصعبي وذويه سائلا الله العليا القاديرا يتغمده بواسع رحمته وعظم مغفرته وأن يلهم أهله ومحبيه وزملائه عظيم الصبر هو السلوان أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية الانتهاء من تصعيد كافة الحجاج اليمنين من مساكنهم إلى ميناء صباح اليوم الأحد لما يقارب 25 ألف حاج من كافة مناطق الجمهورية وقال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية إن عملية التصعيد بدأت مساء أمس قبيل يوم التروية وقد تمت بيسر وسهولة عبر حافلات ذات موديلات حديثة وضاف الوزير إن عملية التفويج سبقتها استعدادات كبيرة تتعلق بتجهيز المخيمات والبالغ عددها ثمانية مخيمات كبيرة وترتيب عملية النقل والإعاشة وتوزيع اللجان الفنية والرقابية في المخيمات والمشاعر بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للحجاج النشر مستمرة في الأخبار من الميدان البداية بمحافظة الحديدة وفي إطار عملياتها العسكرية المتسارعة قامت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني بعملية تمشيط واسعة وسط مديرية الدراهيمي لتطهير ما تبقى من جيوب الميليشيات الحوثية فيها وتمكنت ألوية العمالقة من السيطرة على عدد كبير من المنشآت الحكومية التي كانت الميليشيات تستخدمها لعملياتها العسكرية وتأتي هذه العملية العسكرية استكمالا للمعارك التي شنتها قوات ألوية العمالقة على مركز مديرية الدراهيمي واستطاعت من خلالها إحكام السيطرة على المديرية التي تمثل البوابة الشرقية لمدينة الحديدة ومفتاح النصر لتحرير ما تبقى من المديريات يذكر أن قوات ألوية العمالقة كبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وقتل وأسر العشرات منهم خلال الاشتباكات التي دارت في الأيام الماضية إلى البيضاء تمكنت قوات الجيش الوطني ومسند من مقاتلات التحالف العربي من تحرير مواقع الشاسعة في المحافظة وقال مزرع اسكريه أن قوات المحور قمت بعملية عسكرية في محوري قانيا وفضحة بالبيضاء أسفرت عن تحرير عددا من المواقع الاستراتيجية فيها ومنها الوهبية والخدار السود ومواقع شاه والجزع وبحواص وأشعاب الوحل بجبهة ناطع وفضحة وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات وأكد المزر أن التقدم مستمر نحو ظهر البيض وقال قائد محور البيضاء مفرح بحي بحن الأيام القادمة ستشهد ما يثرج صدور اليمنيين وثمن عاليا دور التحالف العربي بمساندته قوات الجيش الوطني حيث استهدفت مواقع وتجمعات أليات ميليشيات الحوثي في منطقة اليسبل بجبهة قانيا ومنطقة فضحة بجبهة الملاجم استعدت قوات الجيش الوطني مواقعا جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة الصعدة بعد مواجهة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية وحررت مواقعا في جبل الغرة ومحيطه وسيطرت على محجر باقم الشرقي أصولا إلى مشارف حارة الشرف بمركز المديرية وذكرت المصادر الأسكري أن المواجهات خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي بينهم ستة من قيادتهم الميدانية قالت المصادر العسكرية تابعة للجيش الوطني أن عشرين من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية لقوا مصرعهم واصيب إثر هجوم عنيف شنت قوات الجيش الوطني في جبهة سرواح غرب محافظة مأرب ونقل الموقع عن مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني ومسندت مقاتلات التحالف العربي شنت هجوما واسعا على مواقع متفرقة للميليشيات الإنقلابية في جبهة سرواح وفدت المصادر أن هجوم قوات الجيش ومقاتلات التحالف العربي كبدت الميليشيات خسائر فادحة منها أكثر من عشرين قتيلا من الميليشيات إضافة إلى عشرات الجرحى وفرر البقية نتيجة للضربات الموفقة لمدفعية الجيش ومقاتلات التحالف وضافت المصادر أن أبطال الجيش الوطني توغلوا في جبال السفينة المطلة على سوق سرواح فيما هاجمت مواقع الميليشيات في سلسلة الجبال الحماجرة والعجارم الاستراتيجيتين شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية بصنعها وفدت المصادر المحلية أن مقاتلة التحالف العربي استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي بعشر غارات جوية في منطقة همدان شمال غربي صنعاء وضافت المصادر أن تسع غارات جوية أخرى استهدفت ميليشيات الحوثي بمعسكرات الصمع وفريجة وبيت شملان التي تسيطر عليها الميليشيات في منطقة أرحب شمال صنعاء وعشرت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين جويتين معسكر ضبغة جنوب العاصمة صنعاء انتهت نشرة هذا المساء شكرا لكم طيبة الإصغاء والمتابعة دمتم ودام وطننا الحبيب ألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة